شكراً مصطفى أثناء منا صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنس والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة تناول لقاء تطورات الأوضاع الإقليمية حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل الاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة مشدداً على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة أعلن مصدر رفيع المستوى عقد اجتماع رباعي اليوم بالدوحى يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق للهدنة في أقرب وقت موضحا أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي سيرأسان يوفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع وأفاد المصدر أن مصر أكدت مواقفها ثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما أشار المصدر أن هناك اتفاق حول الكثير من النقاط وأن المفاوضات ستتواصل غدا بالقاهرة واستنشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت خياما تأوي عائلات نازحة أمام مدرسة في بلدة عبسان جنوب قطاع غزة إلى أكثر من ثلاثين شهيدا وعشرات المصابين وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن من بين المصابين حالات خطيرة وحرجة ولا زالت التواقم الطبية تتعامل معها من جانبها قالت حركة حماس إن المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال بمدرسة العودة تمثل إمعانا في حرب الإبادة والمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة ماجلنان خلال معارك وسط قطاع غزة هذا وأعلنت إسرائيل مقتل شخصين في هضبة الجولان المحتلة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا كما أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على بلدة شقراء في جنوب لبنان أعلنت قوات الحوثي تحقيق إصابات مباشرة باستهداف ثلاث سفن في بحر العرب وخليج عدن إحداها إسرائيلية بطائرات مسيرة وسواريخ باليستية من جانبها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير طائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثي في منطقة تسيطر عليها داخل اليمن مشيرة إلى أن المسيرة الحوثية مثلت تهديدا وشيكا لقوات التحالف والسفن في المنطقة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر وكل ما تحتاجه من معدات وأضاف بايدن أن النيتو يمر بمرحلة محورية ولحظة حاسمة وأضاف بايدن أن حلف النيتو أقوى من أي وقت مضى مع انضمام أعضاء جدد للحلف مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا ستزويد أوكرانيا بأربع منظومات الباتريات أعلن الأمين العام لحلف النيتو يونس ستولتنبرغ أن الحرب في أوكرانيا أظهرت ثغرات كبيرة في الجاهزية القتالية لحلف النيتو وخلال منتدى للصناعات العسكرية على هامش قمة النيتو في واشنطن قال ستولتنبرغ إن واقع الحرب في أوكرانيا أظهر ليس فقط أن مخزوناتنا وقدراتنا الإنتاجية قليلة للغاية بل أظهر ضعفا في قدرة قوات الحلف على التفاعل فيما بينها انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل